والحقيقة إنه ما حدش بيتحدث رسمياً غير وبيكون الشكر واجب للدولة المصرية ولو نروح مع حضراتكم لردود الأفعال الكبيرة اللي حصلت مبارح على كلمة سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الخاص بدعم فلسطين اللي تضمنت الحقيقة رسائل مهمة وجهها سيادته للمصريين وللعالم كله وكان يمكن بدايتها وده مش جديد هو مسألة الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين وقال سيادة الرئيس إنه هذه القضية خط أحمر لا يمكن تجاوزه على الإطلاق قال كمان إنه مصر في هذه المسألة قرارها واضح وإنه مصر كانت من أول الدول المسندة للشعب الفلسطيني وإنه دايماً كنا مصرين على فتح المعبر علشان نوصل المساعدات الإغاثية لأهلنا في غزة ومسألة المستشفيات علشان نستقبل المصابين ونقدم العلاج كانت مجموعة الحقيقة من التصريحات اللي لقيت ترحيب كبير جداً في كل الأوساط السياسية ويمكن حضراتكم تبعته منذ دقائق حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن وتوجيه الشكر لمصر على كل جهودها الدبلوماسية من اليوم الأول في هذه الحرب الغاشمة وأمس أيضاً العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اللي قال إنه الموقف المصري اللي بيعبر عنه سيادة الرئيس بتأكيده لرفض تهجير الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خط أحمر ده بيجسد موقف مشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العربية حقيقة إنه هذا الموقف المصري واضح وجلي من اليوم الأول